اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بداية باجتياز مسافة كيلومتر وتسعمائة وثلاثين مترا سباحة يليه سباق الدرجات الهوائية لمسافة تسعين كيلومترا ومائة متر ويختتم السباق بالجري مسافة واحد وعشرين كيلومترا ومائة متر واعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن بالغ سعادته بالمشاركة الناجحة والنتائج المشرفة التي حققها الفريق البحريني المشارك في بطولة العالم لرجل الحديدي والتي عكست الاستعدادات القوية والمميزة للفريق الذين ظهروا بلياقة وقوة بدنية عالية مشيدا سموه بالروح العالية التي ظهر عليها أعضاء الفريق والجاهزية الفنية التي سعدتهم على إنهاء كافة مراحل السباق وأشار سموه إلى أن السباق شهد منافسة قوية جدا بين المشاركين خاصة أنه يضم نخبة من أبرز لاعبي العالم في هذه الرياضة والذين يمتلكون خبرة واسعة الأمر الذي جعل السباق صعبا من الناحية الفنية كما أن مراحل السباق اتسمت بالصعوبة بسبب تضاريس المنطقة ووجود العديد من المرتفعات إلا أن التحضير الجيد للفريق إضافة إلى الخبرة الكبيرة التي اكتسبها من خلال مشاركاتهم في أقوى محافل الرجل الحديدي العالمية مكنت الفريق من التعامل بصورة احترافية مع تلك الصعوبات والخروج بنتائج طيبة عززت من اسم المملكة على خارطة هذه الرياضة وكان سموه أجر استعداداته الأخيرة قبل انطلاق البطولة إذ تدرب على الجري لمسافة عشرة كيلومترات في إحدى حدائق المنطقة القريبة من موقع السباق مختتما بذلك سموه والفريق البحريني استعداداتهم الأخيرة والتي تنوعت ما بين السباحة والجري والدراجات وأشاد سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالنتائج الإيجابية التي حققها الفريق البحريني للسيدات المشارك في البطولة حيث استطاع جميع أعضاء الفريق انهاء كافة مراحل السباق بنجاح وقال سموه خلال لقائه أعضاء الفريق البحريني للسيدات في ختام السباق إن متسابقات مملكة البحرين برهنوا على إمكانياتهم وقدراتهم الكبيرة في هذه الرياضة الصعبة وأثبتوا مدى تطور الحاصل في مسواهم نتيجة تعدد المشاركات والاحتكاك مع أفضل اللاعبات مثنيا على الروح والعزيمة الكبيرتين التي أظهرتها المتسابقات وحرص سموه على أن يكون في مقدمة مستقبلي بطلة العالم للسيدات فيلترايفلون والفائزة بجائزة ناصر بن حمد للتاج الثلاثي سابقا متسابقة فريق البحرين للتحمل 13 دانييل لاريف عند خط نهاية السباق المخصص للسيدات حيث استطاعت النجمة السويسرية إنهاء كفة مراحل السباق خلال زمن بلغ أربع ساعات وثلاث دقائق كما التقى سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة معالي السفير الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحريني في الولايات المتحدة والذي حرص على التواجد في موقع البطولة ومتابعة الفعاليات ومشاركة الوفد البحريني وتبادل سموه مع معالي السفير أطراف الحديث حول استعدادات الفريق البحريني للسباق ومراحل التحضير للبطولة العالمية